بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس دورة المونتاج 2016 ومعاكم رامي الجنزوري من موقع جيتوب ميكس اكاديمي وحفظ المشروع بملفاته في مجلد او ملف ايه بقى حوار وقصة حفظ المشروع بملفاته في مجلد او ملف او تعرف على ميزة سمارت باكيج في الدرس اللي فات انا اتكلمت عن التمبلت ازاي ان نقدر نعمل تمبلت وقلت من الميزة الرائعة فيه ان هو بيحفظ لك كل ملفات المشروع وبيحفظها بس فهي التمبلت تقدر تستدعيه بالنسبة للسمارت باكيج هي نفس الشيء على سبيل المثال اقول ان انت عملت في الموسائقي مندته ساعة ونصف او حاجة وانت عايز تحفظ السورس بتاع الملفات دي بحيث انك ربما في المستقبل تحتاج انك تعمل فيه تعديل او ربما تحتاج انك تعمله زي نسخة بامتداد اخر او كلام ده فانت عايزه يكون من المشروع الاصلي المهم ان هي طريقة لحفظ الملفات بتاعت المشروع بتاعك بحيث انك تستخدمه في المستقبل بكل بساطة يا بتحفظها في مجلد يا بتحفظها في ملف زب او ملف مضغوط فده هي دي الطريقة الاسلم لان زي ما انا قلت في الدرس اللي فات المشروع بتاعك على سبيل المثال اللي اطبق على اللي انا عملته المرة اللي فاتت المشروع بتاعك هيحتوي على فيديوهات وعلى صور وعلى مقاطع صوتية وعلى نصوص وعلى حاجات كتيرة جدا فكل ده بيكون المصدر بتاعه موجود على الجهاز بتاعك اللي انت بتشتغل عليه بس افرد الجهاز بتاعك لقدر الله حصل له حاجة او انت عايز تشتغل على جهاز اخر تاخد المشروع ده كله وتكمله على جهاز اخر طب ده انت هتعمله ازاي هتفضل تنقل الملفات الملف ده اللي انت خدت وده تحطه على دي في الجهاز الاخر والملف ده تحطه على الدرايف اي طب افرد ما فيش درايف اي هيبقى حوار كبير إلا تفضل بقى تمسك ملف ملف وتفضل تعمله Replace أو Replace Club وتدور على مكانه يعني موال فعشان كده بكل بساطة الميزة بتاعت Smart Package دي سهرت لك الكلام ده كله بأن أنت مثلا بتروح عامل File وهتلاقي ميزة Smart Package فبيقولك طبعا سيف الأول المشروع بتاعك قوله أوكي أنا هسميه برضو Test Montage Save طبعا هو كده مجرد اتحفظ بس ولكن يبتدي الإعدادات بتاعت Smart Package النافذة الخاصة بيها تتفتح لك أول حاجة يقولك أنت عايز تحفظه في إيه في فولدر ولا في زب فايل تمام لو فولدر عادي بيكون نجمع لك في كل الملفات لو زب فايل بيكون ملف مضغوط زب فايل وجواه كل الملفات حتى بملف السيف التسيف اللي أنت من خلاله هتفتح المشروع فأنت حر في الوقت ده أنت حر وتعمله زي ما أنت عايز بس خلينا نعمله كفولدر بعد كده بتقول الفولدر باث يعني أنت عايز يكون فين الفولدر ده أنت عايز تحطه فين أنا هحطه مثلا في خلينا نحطه في السي مؤقتا هحطه في السي في المين درايف برا اسم الفولدر يكون ايه هخليه على حاله تست منتاج البروجيكت فايل نيم البروجيكت فايل نيم ده اللي هو اسم الملف اللي أنت أو اللي أنا بقول عليه ملف التسيف اللي هو لامتداد بتاعه في اس بي تقريبا أو فيديو ستوديو بروجيكت مش عارف متداد بتاعه كده فأنت بتحدد اسم الملف ممكن يكون مختلف عن اسم المجلد أو ممكن تخليه هو هو نفس الاسم مش مشكلة بالنسبة للأوبشن بتاع include all unused unused trackers in the project يعني من الآخر كده أنه هو هيخد لك الملفات اللي أنت مستخدمها في المشروع والملفات كمان اللي أنت مش بتستخدمها اللي هي بتكون موجودة هنا في الديسكتوب أو في المكتب بتاع الملفات براوزر بتاع الملفات فطبعا الموضوع هيكون كبير جدا يعني طالما ملفات انت مش مستخدمها في التراك خلاص فالأوبشن ده مش مستحب ولكن انت لو لك رأيه آخر فانت حر طيب بيقول لك دلوقتي total file 10 ملفات للمشروع بتاعك total size 301 ميجا بايت disk space available يعني اللي متاح دلوقتي على الديسك أو المكان اللي أنت حددت فيه الحفظ حاول 23 جيجا بايت project file version 19 file version 19 ده لأن ده x9 معناه إن تم إنشاء المشروع ده ببرنامج video studio version 19 على حال ده كده خلينا ندوس أوكي تمام تم إنشاء المشروع طبعا لو كان الفيلم كبير يعني مثلا مدته ساعة ونص أو ساعتين وملفات كبيرة بقى والحوارات دي كلها بياخد وقت أطول في الإنشاء خلينا نخش على C خليني أعمل large icon عشان يظهر لي أسرع طبعا مفروض ما حطش ملفات كتيرة كده على C بس أنا تجاربي ما بتخلصش فأهو قادي الملف اسمه test montage لو أنا دخلت جواه هلاقي كل الملفات الخاصة بالمشروع بتاعي موجودة هنا زي التمبلت بالضبط الفرق بس إن علامة التمبلت مش موجودة الملف بتاع التمبلت مش موجودة وبلاقي كمان الملف بتاع test montage لو أنت دروقتي قادر إنك تاخد الملف ده الفولدر ده كده كله على بعضه وتحطه على flash drive وممكن تروح بيه جهاز آخر وتروح فتحه على طول طبعا لابد من إن يكون فيه متسطب على الجهاز الآخر ده كرة الفاديو ستوديو فبتقدر إنك تفتحه من خلال المشروع من خلال الملف ده فهتلاقي إن هو تلقائيا على طول ده كده أنا حطيته فأعرض لك المشروع نفسه اوكي open with وبعد كده كرة الفاديو ستوديو تسعة ناك مني أنا عندي تسعة وستة مصطبة بالتنين اوه اعمل بيعرض طبعا الاليرت اللي ظهر ده في الأول عشان هو بيعتبرني إن أنا كنت شغال في مشروع تاني يعني تمام كده راح إيه عرض لك كل المشروع بملفاته بدون أي مشاكل ولو كمان حتى ملفات الصوتية كمان بتبقى موجودة كل حاجة بتبقى موجودة تعالي نعم play هتسمع الصوت شغال تمام ولو جينا حتى عملنا في البربرتيس هتشوف إن source code source الملف في دلوقتي أصبح فين في التست منتاج سي تست منتاج واسم الملف ونفس الشيء بالنسبة لمصدر الصوت اهو برضو سي تست منتاج خلاص هو جمع لك بدل ما الملفات متنطورة في كل حتة شوية على الهارددرايف بتاعك لأ جمعها لك في فولدر كده وقال لك اهو يا سيدي المشروع بتاعك كله في الفولدر ده طبعا نفس الشيء تعال نجرب سريعا smart package بس المرة دي المرة دي هعملها في هيئة zip file هخليه يكون برضو المكان بتاعه على السي بنفس الاسم واسم الملف يكون تست منتاج و الملف بتاع التاسييف نفسه هيكون نفس الشيء هيديك بعد الضغط تقريبا يكون عامل ازاي اي ان كان وبعد كده اقول له some media files not selected folder also found in your project change the project name and select مش عارف ايه اوكي على معطاقة مش عارف هو ربما يكون المشكلة في الاسم لان انا عامل على نفس المكان نفس الاسم ولا ايه معرفش بس خليني اعمل مثلا underscore 0 او 7 underscore 7 وبعد كده تمام هنا بقى بيديك الاعداد التاني او بيقولك مثلا انت تقدر تغير في الضغط انت عايز يكون تقريبا الطبيعي ولا best method h files مش عارف ايه يعني اساليب اسطوب الضغط نفسه انت عايز يكون عبارة عن ايه وانواعه وكلام كده كتير جدا انا بصراحة بقولك خليه على ال default بتاعه احسن برضو تقدر انك تقسم لو الملف كبير يعني لو مثلا المشروع بيضم ملفات ممكن تفصل مثلا ال 11 جيجا مثلا وارد فما ينفعش ان انت طبعا تعمل ملف zip file حجم 11 جيجا اما تيجي تفكه هياخد وقت طويل وهيحصل فيه اكتر من error ففي الوقت ده الافضل ان انت تقدر تعمله تقسيم يعني يبقى عندك مثلا 11 جيجا ولو عملت مثلا كل ملف zip file يعني هيكون عندك عبارة عن 11 ملف zip file تقدر انك تجمعهم بتختارهم كلهم وتفكوهم مرة واحدة ده تحسما للمشروعات الكبيرة فانت بتقدر هنا تتحدد وبرضو هو مقسمها لك يعني ممكن customize ده انت بتكتب يتقسم كل ملف يبقى كم بالميجا بايت طبعا يعني او ممكن هو مقسمها لك جاهزة يقولك عندي 650 ميجا بايت تحسبا لو انت كل ملف هتحطه على سدهاية حجمها 700 ميجا بايت او 700 ميجا بايت او مثلا الملف الواحد هيبقى عبارة عن 4 جيجا بايت تقريبا 4 يعني 400 او 469 جيجا يعني 4000 ميجا بايت يعني 4 جيجا تحسما ان اذا انك ممكن تاخد كل ملف وتحطه على ديفيدي هاية حجمها 4 جيجا فانت بامكانك انك تختار ده ولكن الملف بتاعنا طبعا حجمه صغير 300 ميجا بايت فانا مش محتاج ان انا اقسمه ولا الكلام ده فبسيب كل الحاجات دي خليك على حالك كده وبعد كده بتقدر انك تدوس اوكي تمام تعال نشوفه على السي تمام اهو فعلا ملف مضغوط وحجمه نزل اللي بقى اصبح 277 ميجا بايت لو جينا فتحنا الملف الزب نفسه هنلاقي ان فعلا محتويات المشروع اهو كل الملفات بما فيها الملف بتاع الفي اس بي اللي هو بتاع التاسيف ولكن خلي بالك من حاجة خلي بالك ان انت يعني طبعا انا لا يفضل انك تستخدم السي زي ما انا عملت لان احيانا نتيجة ان انت مش ادمن او البرنامج ما عندوش صلاحيات الادمن فلما بيجي بيعمل زب فايل ما بيقدرش ان هو ينزله على السي فالافضل انك تستخدم حاجة اخرى زي انك تستخدم الدرايف اي او تستخدم الدسكتاب اي حاجة غير السورس بتاع على المين درايف على السي نفسه تمام؟ ده تحسبا اذا حاولت تعمل الحركة دي ولقيت انه مفيش ملف زب نزل او حاجة ففي الوقت ده غير بس الدرايف حتى لو كان عندك ملف فلاش درايف او حاجة زي كده بس فاصبح دلوقتي الباكت جاهو تقدر انك تاخده وتحطه على ستوانة او فلاش وتقدر انك برضو تعمله فك تفكه وتستخدم الملفات والمشروع بتاعك زي ما انت عايز فهي دي برضو اسلم طريقة بانك تحافظ على المشروع بتاعك والملفات بتاعتك اتمنى ان يكون الدرس سهل وبسيط وان كنت برضو شرحته قبل كده في الدورة القديمة ولكن كان واجب علي برضو ان اقوله في 2016 للناس برضو اللي بتتفرج لأول مرة على الدورة دي لحد كده انتهى درس النهاردة واشوفكم ان شاء الله مع اخر حلقة الدرس القادم وهو انشاء المشروع في ملف فيديو هنتكلم على هنتحكم ازاي في الصيغة في الاحجام في الكلام ده كله فان شاء الله منتظركوا في الدرس القادم فشكرا على المشاهدة